موسيقى أهلا بكم لماذا بقيت تصادرات خارج المحروقات في مستويات ضعيفة لم تتجاوز منذ سنوات عديدة ملياري دولار ما هي العلاقلة التي تواجه عملية تصدير المتجات خارج المحروقات خصوصا المواد الغذائية هل الإمكانيات المتاحة كافية لتنمية صادرات خارج المحروقات هذه الأسئلة وأخرى نتناولها بالتحليل والنقاش في حلقتها اليوم من برنامج مدار الاقتصاد مع ضيفينا سيد محمد أمين تواتي ممثل عن الوكان الوطنية لترقية التجارة الخارجية الجكس أهلا وسهلا بك أهلا بكم شكرا العافو أهلا بك ومعنا أيضا الدكتور شافير أحمين الأمين العام لجمعية الاقتصاديين الجزائريين أهلا وسهلا بك أهلا مرحبا إذن مشاهدين قبل أن نبدأ النقاش نتابع تقرير وسيم عالم ثم نعود التخلص من التبعية لقطع المحروقات تحدي رفعته مختلف الحكومات خصوصا مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية لكن النتيجة على أرض الوقع تبقى بعيدة عن الطموحات 5.46% فقط هي نسبة صادرات الجزائر خارج قطع المحروقات خلال سنة 2017 ورغم أنها سجلت ارتفاعا طفيفا مقارنة بـ 2016 فإنها تبقى غير كافية من حيث القيمة وعدد المنتجات وتهيمن المواد النصف مصنعة على قيمة الصادرات خارج المحروقات بنسبة 28% من قيمة الصادرات والمتمثلات أساسا في مشتقة النفط ويحتل السكر المرتبة الأولى في قائمة المواد الغذائية المصدرة بقيمة 225 مليون دولار متبوعا بالتمور بقيمة 51.37 مليون دولار وآلة الغسيل وغيرها من المواد الأخرى وتراهن الحكومة الجزائرية على المنتجات الزراعية والصناعة الإلكترونية لرفع مساهمة عملية التصدير خارج المحروقات لتعويذ عيدات الذهب الأسود التي فقدت الثلثة من حجمها في سنوات الأخيرة إضافة إلى أن صادرات المواد الأخرى من الخضروات وحتى الفواكه لا تعد أن تكون محاولة فردية وبكمية قليلة جدا تصنف ضمن المواد ذات القيمة الأقل من مليون دولار فهل يمكن أن تكون هذه الصادرات بدينا للمحروقات بهكذا أرقام؟ أهلا بكم من جديد أبدأ معكم سيد تواتي بالنظر إلى المعطاية التي وردت في التقرير الصادرات خارج قطاع المحروقات استقرت عند مستويات ضعيفة لم تتجاوز ملياري دولار لماذا؟ هي في الحقيقة قبل أن نبدأ أود أن أتطرق بعض الإحصائيات الرسمية التي عندنا فيما يخص الصادرات خارج المحروقات هي يعني عرفت تطور من قبل كانت تتمحور حول مليار دولار ولكن في الأعوام الآخرة يعني عرفت طفرة نوعية انتقلت من مليار دولار تقريب 2 مليار دولار وإذا أخذنا مقارنة كما جاء في التقرير بين 2017 و2016 نقدر نلاحظ أن هناك تطور بنسبة 6% لأن الرقم انتقل من مليار و800 مليون إلى تقريب مليار و900 مليون ولكن هذا ما يعكش أنه يعني ما كاش هناك تطور هناك تطور خاصة عدة قطاعات اللي بدأت تظهر لكن ليس التطور في المستوى الذي يرقى إليه ربما المصدرين الجزائريين أو حتى الحكومة الجزائرية طيب هنا سنتحدث عن الإحصائيات لنا سؤال حول الإحصائيات لكن هنا أريد فقط إجابة لماذا لم تتطور الاقتصاد أو لم ترتفع نسبة صادرات الجزائر خارج المحروقات بنسبة تطمح إليها الحكومة خلال سنوات الماضية لماذا بقيت في نفس المستوى أقصد؟ هي في الحقيقة عندما نتحدث عن التصدير هو عبارة عن مؤسسات العام الأساسي في التصدير هو المؤسسة الجزائرية هل المؤسسات الجزائرية عندها طموح أنها تذهب إلى التصدير؟ هنا سؤال مطروح لأنه يمكن أن نقول أن عدة مؤسسات عندهم منتوجات في المستوى ولكن المؤسسات هذه عندها سوق كبيرة على المستوى الوطني وبالتالي تفضل أنها تذهب لبيع المنتوجات تحتها هنا في الجزائر لأنها عندها زبائن وعندها سوق على أنها تلجأ إلى التصدير وإذا نظرنا حول العولة ما الآن ولا حول الأسواق العالمية نقدر نقول أن التصدير أصبح يعني هو يعني أصبح عامل نمو تحتطور نشوفوا الاقتصاديات كما ألمانيا مثلا ولا حتى يعني الصين أو بلدان أخرى تحتمد أساسا على التصدير وبالتالي هنا المؤسسات الجزائرية ما زال ما عندناش ثقافة طيب هنا تقصد نعم غياب الثقافة هو السبب طيب سأعود إليك دكتور شفير ألا ترون أن النسبة لا تزال بعيدة عن طموحات الجزائريين صحيح هي النسبة لازلت ضعيفة جدا ويجب القول أولا أن رغم السياسات منذ سنوات منذ عشرية ورغم الخطاب المتكرر من طرف كل الحكومات المتعاقبة أنه كانت الإرادة هي الخروج من تبعية لقطاع المحروقات والبهب نحو بناء اقتصاد متنوع واقتصاد إنتاجي ولكن للأسف الواقع غير ذلك إذن المشكلة في اعتقادي يجب أن تكون هناك قناعة أن مسألة الخروج من تبعية للمحروقات يجب أن تكون مسألة استراتيجية ولا تكون مسألة مرتبطة بتذبذب السوق وبارتفاع وانخفاض أسعال البرميل لأن الخروج من هذه التبعية هو ضروري بالنظر لعدة أسباب السبب الأول هو التفكير في الأجيال القادمة الأجيال القادمة من منظور التنمية المستدامة لابد أن نتخلص من هذه التبعية للمحروقات وكيف نوجه على الأقل مداخيل أكثر فأكثر نحو ضمان احتياجات وتوفير احتياجات الأجيال القادمة وهذا يعني واجب طيب أستاذ ما هي مفاتيح هذه السياسة في رأيكم نعم سوف أتي ولكن فقط سمحي لي باش نقول كذلك أن التفكير في الخروج من تبعية للمحروقات هي مسألة ضرورية بالنظر لنضوب هذه الطاقة لأن هذه الطاقة ليست أبدية هي طاقة غير متجددة ولابد من تفكير في البحث عن مصادر أخرى لمداخيل من العملة الصعبة ثالثا لابد من توجيه جزء من المداخيل هذه كذلك دائما في إطار التنمية المستدامة وفي إطار ضمان المستقبل الأجيال القادمة كيف نوجه جزء من هذه المداخيل للقطاع الإنتاجي وبالأساس القطاع الصناعي طيب وهنا يجيني الجواب على سؤالك سؤال هو نعم هو كيف نخرج من هذا التبعية للمحروقات الخروج هو بأولا لازم تكون عندنا قناعة واستراتيجية لضرورة الخروج من هذه التبعية عبر بناء قطاع إنتاجي وطني وبالأساس قطاع صناعي وطني وهذا أساسي طيب أستاذ سنعود لنفصل في هذه النقطة بعد قليل أتوجه إليك دكتور أو أستاذ تواتي خلال 2017 المواد المصدرة كما ذكر الزميل خارج المحروقات نصف المصنعة ثم السكر ثم يليها التمر بعض الآلات الإلكترونية يوم الجمعة كانت أول شحنة للإسمنت نعم ما هي المواد الأخرى التي نجحت في التوجه نحو الأسواق الخارجية في الأشهر القليلة الأولى من هذه السنة هي كما ذكرت هناك قطاع يعني يعرف تطور كبير يعني حتى هناك شركات ما كانت تظهر في الخمسين أوائل والآن تظهر بقوة نذكر منها سمحة إلكترونيك وكوندور وهنا يعطينا فكرة على تطور القطاع التعليل الإلكترونيجي القطاع الإلكترونيج يعني عرف تطور أجهزة الإلكترونية أجهزة الإلكترونية اللي عرف تطور ملحوظ وعنده مستقبل كبير لأن الشركات هذه بدأت تأخذ يعني بعد عالمي هناك استثمارات كبيرة هنا هناك يعني حتى شركات مثل كوندور أو سمحة يعني اللي عندهم ممثليات أو ديشورون في الخارج وبالتالي هناك يعني تطور هذه المؤسسات اللي يمكنها أنها تحسن في المداخل يعني هناك أجهزة الكهرومنزلية هناك خاصة الأجهزة الكهرومنزلية نقدر أن نتذكره هنا مع النسب لو سمحت هناك ليزومينيرالي غازيفي يعني المشروبات الغازية والمائية اللي عرفت تطور بـ 85% نعم يعني انتقلت من 6.6 مليون دولار لتقريب 13 مليون دولار هناك أيضاً البابيي كارتون يعني المنتوجات الأوراق ومشتقاتها ومشتقاتها والكارتون والكارتون اللي عرفت تطور بـ 172% انتقلت من يعني من 4 مليون حتى تقريب 6 مليون دولار وهناك منتوجات يعني زراعية يعني عندما تحطلوا على التريف يعني اللي عرفت أيضاً تطور ملحوظ بـ 125% هناك عدة منتوجات يعني ما نقدرش ربما نذكرها كلها هناك تاني عطينا الأهم يعني واللي عندها رسب أكبر يعني أهم المنتوجات نقدر نقول لك هي الماشينا يعني المنتوجات الغسير وهناك أيضاً لذار بلايترومبي يعني الزجاج 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 اللي عرف تطور ملحوظ مقدر بـ 92% يعني مستوى التطور هذه المنتجات وهناك عدة منتجات يعني اللي عرفت تطور خلال الأعوام الأخيرة ويمكن أن نذكر أنه كما ذكرته يعني حتى الإسمنت يعني البلاد انتقلت من حالة يعني مستورد الحالة مصدر وهناك يعني تطور لأنه إذا سمحتيني مدام تحتل على استراتيجيات فيما يخص التصدير كما تعلموا أنه الدولة يعني قامت بوضع استراتيجية ربما لتصدير ولا حتكون لح تعطي دافع بلا شك وفي هذا يعني على مستوى الجكس قمنا بوضع ورشات الورشات هذه متكونة من عدة قطاعات يعني أخذينا القطاعات بالأولويات وهذه الورشات تهدف يعني لقينا بين المنتجين وبين الإدارات مختلف الإدارات اللي عندها تدخل مباشر في التصدير يعني الجمارك إلى وزارة التجارة إلى البونوك وبالتالي لقيناهم باش نقدروا نعرفوا ينرهي العراقيل وين تمكن الغلول نعم وتعرفتم إلى هذه العراقيل ربما هل نعم هناك إيدات بعد إيدات تريدين تحطوا على العراقيل ولكن من خلال الاستراتيجية لأنه مهم لأنه أهم حاجة في اعتقادي أنه باش نبني يعني باش نبني واقتصاد ليكون منتج ومتنوع وبالتالي يمكننا نذهب إلى التصدير هو بناء استراتيجية عندما نحكي على الاستراتيجية نعرف وين نبدأ وين نكمل نضع الأهداف طيب سنتحدث عن هذه النقاط أتوجه إليك دكتور شفير هذه المنتوجات يعني الكمية لا تزال قليلة والمبالغ لا تزال قليلة الجزائر ديها إمكانية هائلة للوصول إلى نسب أعلى بكثير من الحالية لماذا لم تتمكن إلى حد الآن من تحقيق الفارق أو تحقيق ما تطمح إليه ربما ما هي العراقيل أشار الأستاذ إلى العراقيل سنتطرق إليها فيما بعد ولكن بصفتكم في الجمعية الوطنية المصدرين الجزائريين ربما تكونون على دراية بأهم العراقيل الاقتصاديين أنا رئيس للجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين التي هي جمعية من أجل البحث العلمي وترقية البحث في المجال الاقتصادي وعننا نظرة في هذا المجال فقط أريد أن أقول أولا ونحن كاقتصاديين أنه لابد أن لا ويمكن أن نفاجئ هنا الكثير لابد أن نضع التصدير كحل نهائي أو حل ضروري للاقتصاد الجزائري ومخرج للمشاكل التي يعرفها الاقتصاد الجزائري هو حل مكمل نعم هو مكمل الأساس هو تلبية الاحتياجات الوطنية تلبية احتياجات السوق الوطنية هذا الفوبيا نحو التصدير لا يجب أن تصبح مسألة أو هوس يصبح انشغال لابد أولا أن نفكر وأقول هذا من باب ما توصلت إليه آخر الدراسات حتى بمنظمات دولية مثل الكنيسات التي حتى فيه كذلك أقول أنه حتى الصين هي بصدد مراجعة سياستها باتجاه التصدير وتفكر في كيفية يعني عودة توجيه لاقتصاد نحو الداخل يعني نحو تلبية الاحتياجات المحلية إذن هذه الاستراتيجية للذهاب يعني نحو التصدير مهما كان الأمر ومهما كان ثمن مش بالضرورة يعني لابد أن نفكر في اعتقادي أولا في تلبية الاحتياجات الوطنية وهو أمر طبيعي وأولوي وهو أمر ضروري نعم الآن بطبيعة الحال لابد أن نفكر في التصدير تفكير في التصدير كما قلنا وكما قال زميل لابد من تفكير في استراتيجية وطنية لأولا لأننا نصدر ماذا؟ نصدر منتوج وهذا المنتوج لكي لابد أن ننتجه لابد أن ننتجه إذن لابد أن نفكر في استراتيجية لتطوير المنتوج الوطني وهذه الاستراتيجية تتطلب من مجموعة من شرط الشرط الأول هو بطبيعة الحال اختيار القطاعات والفروع الاقتصادية التي لديها كما يعرف لدى الاقتصادين بمزايا مقارنة لتسمح لنا لننتج منتوجات منافسة في الخارج هذه أولا ثانيا لماذا لا في هذه الاستراتيجية كذلك وهنا كذلك أذكر ما توصلت إليه النظرية الاقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية في السنوات الأخيرة هي لماذا لا كذلك وضع استراتيجية لتطوير قطاعات قطاعات ليس لدينا بالضرورة فيها مزايا وهذا ما يسمى في الاقتصاد اليوم يسميه المزايا المكتسبة يعني ما لازمش تكون عندنا برك مزايا مقارنة طبيعية إنما لازم نطور مزايا مكتسبة من منظر تطوير بعض القطاعات نعطي المثال تاعة الهند الهند اليوم هو من أولى البلدان المصدرة في العالم لخدمات الإعلام الآلي منذ سنوات منذ عشر سنوات عشرين سنة ريانو بريديشتيني يعني ما كان حتى دراسات اللي تقول أنه الهند يصبح بلد مصدر أكبر بلد مصدر لخدمات الإعلام الآلي طيب هنا ما الذي ينقص دكتور؟ ما هي ربما أهم العرقيل؟ هذه العرقل المشكلة الأول هو ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتطوير القطاع السناعي لتطوير القطاع الإنتاجي في الجزائر وبالأساس القطاع السناعي سمحيلي هنا فقط لأن القطاع السناعي هو القطاع المحرك للاقتصاد الوطني طيب هنا أستاذ أقاطعك فقط من هو المختلف بهذه الاستراتيجية؟ أو الوضع طيب لكن فيه إرادة حسب ما لاحظنا أنه فيه إرادة من طرف الحكومة وهي تراهن على هذا الشيء هذا شرط أول إذا كان فيه إرادة الآن لابد من فيه الشرط ثاني الشرط الثاني الأساسي هو إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إشراك أولا الفاعلين الاقتصاديين لهم أرباب المؤسسات الرجل الأولى في وضع هذه الاستراتيجية وليس في تطبيقها في وضع أولا هذه الاستراتيجية ثانيا هناك الشركاء الاجتماعيين هناك المجتمع المدني هناك الجامعات لكلهم لازم يشاركوا في وضع هذه الاستراتيجية الوطنية طيب أستاذ سأعود إليك توجه إليك ذكر الأستاذ بعض العرقيل هل تتفقون معه في هذه العرقيل وهل فيه عرقيل أخرى أريد فقط أن أضيف إضافة نعم نسامحتم فيما يخص المنتوجات أنا أعتقد في منظوري أن هناك قطاعين لازم يكون هما المحركين يعني أولا للاقتصاد الوطني ثم بعد ذلك لنذهب إلى التصدير هناك القطاع الفلاحي لأنه لدينا إمكانيات كبيرة ورانا نتاجه نحو الاكتفاء الذاتي في عدة منتوجات ربما نقدرون نذكره حتى البطاطا والطماطيم وإلى آخره وبالتالي هناك عدة منتجين يقوموا بعملية الإنتاج ولكن ما يعرفوش من يحطوا السلع التحون وهنا نحن نعود نقول لأنه ثقافة التصدير هي تعتبر ثقافة وإذا سمحتولي أيضا مدام هدر على الأسواق الأستاذ هتكلم على الأسواق الخارجية نقدر نقول لك أنه البلدان اللي كانت تعتمد على التصدير مثل ألمانيا مثلا أنها كانت بعيدة على الأزمة الاقتصادية يعني رغم أن الأزمة الاقتصادية قاسة عدة بلدان ولكن البلدان اللي كانت تعتمد على التصدير كانت يعني الاقتصاد تحمل بناء أساسي عن التصدير هي بلدان خرجت من الأزمة الاقتصادية بشكل جيد وبالتالي نقدر أن نقول أنه على مستوى نعود للجزائر يجب أولا أن نقوم بتطوير القطاع الصناعي كما قال الأستاذ إيجاد منتوجات تنافسية خاصة لأن السوق الدولي ماهيش كما يتصور البعض أمورها بسهولة لأن السوق الدولي الآن ما هو دوركم هنا كمرافقين؟ هنا دور تعنا أننا نرافق المؤسسات الجزائرية نعطي لهم المعلومات التجارية فهمهم أهمية التصدير نفهمهم ما هي الإجراءات التي يمكن المؤسسات تأخذها لكي تذهب للتصدير نقدرهم كل هذه المعلومات حتى المؤسسة أولا يكون عندها وعي بأهمية التصدير وثانيا تعرف أن التصدير ماهوش حاجة كبيرة ولا أمري خور التصدير هو عملية وخاصة هناك إجراءات سهيلية كبيرة قامت بها الدولة فيما يخص الجماريك حتى فيما يخص البنوك ونقدر نطلق لكم عدة أمكيلة يعني مثلا إدخال العملة تعلم أساسة عندما تقوم بالتصدير اللي كان في 180 يوم لكن أستاذ أقاطعك فقط في هذا الإطار دكتور شفير بعض المصدرين اشتكوا من منحهم 25% فقط من عائدات ما يصدرونه بالعملة الصعبة هل النسبة منطقية في رأيكم؟ والله لا يمكن أن أجيبكي مباشرة في هذا الموضوع يعني يمكن هو اللي أولى في هذا بما أنكم في الجمعية الاقتصادية الجزائية سمعتني صح وإنما الأستاذ سمعتني أستاذ أود نتحدث على العراقيل يعني العراقيل عندها بعدان في الحقيقة هناك بعد لوجستيكي لأن الجزائر المنتوجة تعرف مشكل كبير من حيث اللوجستيكي لأن تكلفة اللوجستيك أولا رغم أنها عرفت تطور ملحوظة إذا شوفوا إحصائية البنك الدولي الجزائر انتقلت من المرتبة 125 للمرتبة 75 فيما يخص عامل شفافية وهو يعتمد على بزاف عوامل مؤشرات مؤشرات منها إجراءات دخول السيلة تحسن الإجراءات الجمهورية إلى آخره يعني رغم أنه هذا التطور ولكن اللوجستيك يعني كان قارنه تكلفة اللوجستيك بالنسبة للبلدان المجاورة تعرف أول نوعا ما يعني هناك ارتفاع إذا قدرنا نحسن اللوجستيك ربما نقدروا يعني نساعدوا المؤسسات أنها نشجعوها أنها تذهب للتصدير هناك العامل الثاني هو العامل البنكي باش نولي السؤال تاك فقط نحاولو نختصره فقط لنجيب على الأخبار نختصر فقط باش نقول لك أنه مش 25% أو 50% هو عندما يكون هناك مدخول رابطة الموندارجون كما كنت نتحدث عندما الدخول العملاء للمؤسسات عندها في حالة التصدير الدولة الجزائرية تعطي لهم 50% من المداخل بالعملة الصعبة وال50% الأخرى تذهب في شكل دينار جزائري وال50% هذه يقسمون لهم يعني 30% تبقى في البنك في حالة ما إذا المؤسسة راح تقوم يعني بعملية تصدير أخرى أو شراء آلات أو إلى آخره في المصدر يمكنه يتحصل على 30% تبقى العشرين بالمئة الأخرى يتحصل عليها مباشرة يعني إذا جملنا 50% من القيمة تكون بالعملة الصعبة وال50% الأخرى تكون بالديناء الجزائري طيب أستاذ كيف في رأيكم يمكن تخطي هذه العراقية؟ نعم أنا أعتقد شخصيا وطبع الحل ليس الأمر شخصي وإنما انطلاقا من عدة تجارب بلدان وكذلك انطلاقا من نظرية اقتصادية ومجموعة كبيرة من البحوث والدراسات أولا أن المسألة لا أقلل من العراقيل التقنية والعراقيل اللوجيستيكية إلى غير ذلك ولكن هناك جماع اليوم أن المشكلة الأساسي الكبيرة سواء في استراتيجية جلب الاستثمار الأجنبي المباشر أو في استراتيجية تصدير تصدير يعني ما يسمى بالسياسة التجارية نعم بلد تكون عنده سياسة تجارية المشكلة الأساسي الكبير هو غياب أو ضعف الرؤية الاستراتيجية لما بلد تغيب عنه الرؤية ووضوح الرؤية الاستراتيجية سواء في جلب الاستثمارات أو في سياسته التصديرية هنا هذا مشكل كبير ويعني حاجز كبير أمام المستثمرين لماذا أقول هذا؟ أقول هذا أولا لما قال الزميل لأنه يقول وضع الاستراتيجية نعم ما هو الهدف من وضع هذا الاستراتيجية؟ وضع هذا الاستراتيجية الهدف انتعاء أولا تحديد القطاعات تحديد القطاعات والفروع الاقتصادية التي يجب تطويرها يجب إعطاؤها الأولوية لكي تكون هذه القطاعات القطاعات الرائدة في مجال إنتاج الثروة وفي مجال تصدير الآن اختيار هذه القطاعات هذا الاختيار يتم من منظورين أساسيين منظور الأول خلق الثروة والشغل يعني ما هي القطاعات التي لديها قدرة كبيرة على خلق الثروة والشغل اثنين لابد من اختيار القطاعات التي كما نقول الآن عندها فرصة أن تتموقع في سلسلة القيمة الدولية في سلسلة القيمة الدولية يعني لا يكفي أننا نطور قطاعات ونصدر فقط إذا كان نطور قطاعات ونصدر ونبقى في الوشيما يعني في نفس التصور القديم للتقسيم الدولي للعمل أننا نبقى كبلدان مصدرة للمواد الأولية وبلدان مصدرة لبعض المواد المنتجة في القطاعات ذات القيمة المضافة البسيطة جدا الجزائر سوف لن تستفيد لأنه أشوف لكي نوضح لكم أكثر وش معنى تتموقع في سلسلة القيمة الدولية الآن سلسلة يعني الآن هناك تقسيم دولي جديد للعمل وهذا تقسيم دولي الجديد للعمل يقوم على ثلث قطاعات أساسية القطاع الأول هو قطاع لاي تكنولوجي يعني هناك وهذا القطاع اللي رأي فيه الشركات الكبرى واللي رأي فيها البلدان الكبرى كما نذكر ألمانيا بلدان تتموقع في إنتاج التكنولوجيا العالية إذن في البحث والتطوير طيب بالنظر المؤهلات الجزائر هنا نجيك دقيقة فقط هناك القطاع الثاني اللي هو قطاع ما يسمى بإنتاج الأجهزة الأجهزة يعني وهنا لابد أن يكون عندك شبكة كبيرة من المنتجين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج هذه الأجهزة المرافقة للتكنولوجيا العالية ثم هناك القطاع الثالث القطاع البسط اللي هو قطاع التركيب يعني سي المونتاج الآن إذا كان الجزائر اخترنا المونتاج كما رح الآن أننا نتموقع في المونتاج لازم نقوله نكونوا صراحة أن المونتاج سي لغام لدرنيار غام يعني الآن إحنا راننا نتموقع راننا نقوله أننا سوف نصدر كذا ولكن راننا نصدر في أشياء في يعني في مستوها الأدنى خلاص من ناحية إنتاج القيمة والقيمة المضافة وإذا كان أرادت الجزائر بالفعل أن تكون يعني قوة مصدرة لابد أن تتجه استراتيجياتها نحو القطاعات الأكثر تكنولوجية على الأقل ما نقولوش نروح له التكنولوجيا برسكو ما زال ما عندناش الظروف الموتية ولكن ما يمنعش أننا نطور الموارد البشرية نستثمر في الرأس مال الإنسان نستثمر في البحث والتطبيق ولكن على الأقل في مرحلة انتقالية نتجه نحو إنتاج الأجهزة الأجهزة سأعود إليك الآن إذا كان نبقى في التركيب نحن لا نستطيع سأعود إليك أستاذ أمين فقط لذي قلوقت نحاول أن نجيب باختصار من المنتوج المحلي أو جودة المنتوج المحلي هل ينافس المنتوجات الأخرى وهل يستطيع أن هل نستطيع أن يحجز لنفسه مكانا في السوق الخارجية لك أجابع السؤال فقط لأن الأستاذ تتكلم على المشكل منتع التصدير فيما يخص المنتوجات التكنولوجية ذات تكنولوجيا عالية أنا أريد أن أشير فقط أن هذه المنتوجات تطلب تكنولوجيا عالية جدا ولهذا الجزائر يعني قامت ب يعني بارتوناريا بين شركات أو شراكة بين شركات الوطنية التي عندها عندها قدرات وشركات الأجنبية المرحلة الأولى هذه لكي أولا نجيب التكنولوجيا لأنه كما تعلمون الأسواق الدولية خاصة فيما يخص تكنولوجيا العالية جدا يعني المنافسة تكون صعبة جدا لأنه نعرف وكوريا وشحقتنا حتى بين البلدان المتطورة نشوف الآن بين أمريكا والصين طيب المنتوج الجزائري هل سيتمكن من المنافسة؟ المنتوج الجزائري لازم كمرحلة أولى نقوم بجلب التكنولوجيا كيفاش نجيب التكنولوجيا يجب أن يكون استثمارات هنا عن طريق الشراكة المرحلة الثانية يعني باش نجاوب مباشرة المرحلة الثانية إذا لحقنا لهذا المستوى مرحلة الثانية كيفاش نرفعه مستوى الإدماج لأنه لأنه لازم نمره على مرحلة التركيب باش نوصل إلى المرحلة الإدماج على طريق لسوط طيب هنا فقط مجرد رأي لماذا نتواجه إلى قطاعات ربما تحتاج إلى تكنولوجيا كبيرة وعندنا لأراضي الفلاحية عندنا المنتوج الفلاحي إمكانية بسيطة نقدره قضية قيمة مضافة عندما نقوم بتصدير المنتوجات الفلاحية القيمة التحية المضافة يعني هذا يعني محسومة الأمور القيمة المضافة التحية عندما نقوم بتصدير المنتوجات ذات تكنولوجيا عالية القيمة المضافة تكون أعلى جدا يعني عندما نأخذه مثال عندما نصدر تليفون سمارتفون القيمة المضافة تكون كبيرة للشركات الوطنية وللبلد وهناك عمل مهم أيضا فيما يخص تكنولوجيا العالية هناك يعني تطوير مقاولة البطنية يعني هناك ارتباط بين المؤسسات وبالتالي نخلق جو تنافس ليسمحنا أننا نذهب للأسواق الخارجية بقيمة مضافة أعلى عندما تشوفين عودوا نقولوا الإحصائيات لماذا ضعيفة في عجالة لو سمح تفتر لماذا ضعيفة الإحصائيات عندما تشوفين 2 مليار دولار لأنه كنتشوفين المنتوجات المصدرة تحتمد أساسا منتوجات فيلاحية نصف مصنعات إلى غير ذلك لكن لو تطور لهذا كنت تركز على كوندور وعلى سامحة طيب آخر سؤال كيف يمكن نرفع هذا النسبة النسبة ترفع تدريجيا أولا تطوير المقاولة نعم لازم نطورها إذا قدرنا أننا نشكل إطار شبكة مقاولاتية بمعدل الاندماج مرتفع نقدر نقول أن الجزائر يمكنها أن تعطي منتوجات تنافسية دود جولة وبالتالي الأسواق الخارجية في ضل يعني العلاقات الجيدة خاصة مع بعض يعني بعض اليروغروب ميكونومية كنت حطلو على إفريقيا مجمعات مجمعات الاقتصادية يعني نقدر الجزائر تستغل العلاقات السياسية الجيدة مع هذا وتكون في صالح في خدمة الاقتصاد وبالتالي طيب شكرا جزيلا لك أستاذ ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنويع ورفع نسبة الصادرات بعيدا عن المحروقات في رأيك أنا بشكل بسيط جدا أعيد وأؤكد على الاستراتيجية يعني في ظل غياب استراتيجية لن نقوم بأي شيء لابد من استراتيجية لابد من سياسة وطنية للخروج منها التبعية للمحروقات والخروج من هذه لابد من سياسة تصنيعه وهنا لابد أن نوضح تجربة دولية إذا كان المطلعين على نظرية التنمية وكل ما يسمى باقتصاد التنمية مهما كان نتجاههم كلهم متفقون أن خروج البلد من وضع التخلف خروج البلد من اقتصاد متخلف إلى اقتصاد متطور يمر أساسا عبر التصنيع لماذا تصنيعه؟ أولا التصنيع له قدرات كبيرة ما يسمى بأثار السحب أنه يجلب يسحب القطاعات الأخرى بما فيها القطاع الفلاحي سيدتي القطاع الفلاحي لابد أن لا نفكر فيه كقطاع تقليدي ما زال ندير فيه الزراعات البسيطة الآن الفلاحة هي صناعة الآن الفلاحة هي تكنولوجيا ما يمكنني أن يقولي الآن أن الدجاج هو إنتاج فلاحي الدجاج أصبح إنتاج صناعي وكثير من المنتجات الزراعية والتي تعد منتجات صراعية أصبحت منتجات صناعية وهذا بفضل التطور التكنولوجي والتكنولوجيا التي أدخلت لهذا القطاع وبالتالي لا يمكن أنا شخصيا ضد أننا نتكلم عن أولوية هل نعطي الأولوية لقطاع فلاحي أو لقطاع سياحي أو كذا لا الأولوية هي للتصنيع لأن التصنيع هو الذي يطور الفلاحة هو الذي يمد الفلاحة بالتكنولوجيا يمدها بالآلات والمعدات يمدها بالعلم طيب ماذا عن وجهة هذه المنتجات الحكومة رهنوا الآن في توجه إلى الأسواق الإفريقية صحيح سمحيلي لابد من التوجه ومش بالضرورة الآن صحيح أنه لابد من مرحل ولكن لابد لنا من استراتيجية لا ما لازمش نترك كل أشياء تمشي لحد الوحدة وقال سوف نصل لهذه المرحلة لا المرحلة هذه اللي نتكلم عليها أننا على الأقل لابد أن نذهب من مرحلة الاعتماد على ما يسمى بالمزايا الطبيعية اللي عندنا قال نسوق لأنه عندنا يدعم إلى رخيصة وعندنا منتجات رخيصة إلى غير ذلك لا لابد أن نتجها بسرعة نحو أولا المرحلة الثانية اللي هي التجهيزات يعني التصنيع والذهب لتصنيع مواد التجهيز طيب أستاذ نحاول فقط أن نختصر لأنه في هالوقت تفضل ثاني ثالثة ثم الذهاب لتكنولوجية العالية وهذا مش مستحيل فقط بشرط أن تكون عندنا استراتيجية تكون عندنا إرادة وتكون عندنا استراتيجية وفي ضمن هذه الاستراتيجية نزيج نعود هو إشراك الجميع لأن المقاول هو عنصر هام في تطوير الاقتصاد الوطني وبالتالي المؤسسة الاقتصادية إذا كان لا تشارك في وضع استراتيجية شكرا جزيلا ولا تعتبر نفسها جزء من هذه الاستراتيجية فهنا سوف يكون الخلل طيب شكرا جزيلا لكم ضيفي مشاهدين نشكركم على طيب المتابعة نلتقي الأسبوع المقبل الطيب المونى في أمان الله شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم